النهاردة في الفقرة دي من صباح الخير يا مصر حنتكلم عن الحزمة الجديدة من التيسيرات الضربية اللي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفترة الأخيرة التيسيرات دي بتيجي الحقيقة في وقت مهم جدا لتحسين العلاقة ما بين المستثمرين والمؤسسة الضربية كمان بتأتي ضمن السياسات المالية اللي بتنتهجها الحكومة اللي بتركز فيها بشكل كبير جدا على تنفيذ الخطط والبرامج بشكل يفيد ويعظم من موارد خزانة الدولة المصرية نهاردة هنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل في إطار تحسين خلينا أقول العلاقة ما بين المستثمرين ومصلحة الدرائب وتحفيز مجتمع الأعمال على الاستثمار هنتكلم عن التعديلات والتحسينات اللي موجودة دلوقتي في الضربية أو الدرائب معنا النهاردة أستاذة رانيا يعقوب محللة أسوأ المال عشان تقدم لنا كده قراءة شاملة عن أهمية التسيرات دي وأثارها على الاقتصاد المصري إيه صباح الخير عليك يوم نورانا صباح النور وأهلا بحضرنا خلينا نتكلم عن قراءتك ليه التسيرات الضربية وخلينا نتكلم عن الإعلان عنها اللي طبعا تم من قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية طبعا أحمد كوجك شفتي التسيرات دي ازاي قراءتك ليها عاملة ازاي خلينا نقول أن أنا عجبني جدا فكرة زي ما حاجاتكم كده بتقولوا العلاقة ما بين المستثمرين والمصلحة أو ما بين المستثمرين والدولة المصرية لأن في الحقيقة يمكن الجهود الكبيرة اللي تم بزلها على مدار السنوات الطويلة الماضية من خطة إصلاح اقتصادي من مشروعات قومية عملاقة تخص بنية تحتية وغيرها كان الهدف منها أن احنا نشغل الناس وأن احنا نجيب استثمار أجنبي مباشر وده أمر مهم جدا مش بس بيدخل عملة صعبة لكن كمان بيوفر فرص عمل بيحسن بيئة الأعمال خلينا نقول أن كان أحد أهم العوائق بعد هذه الخطة القوية جدا واللي ابتدينا نجني ثمارها هي فكرة المحفزات الضريبية أي مستثمر على مستوى العالم ويمكن بنشوف في أوقات الأزمات ابتدينا في دول قدرت أن هي تقدم محفزات ضريبية وقدرت تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في الحقيقة مصر عندها كل المقاومات لده فالإعلان الأخير الخاص بدولة رئيس الوزراء ووزير المالية يمكن كان أمر هام جدا ابتدينا من بدري شوية وفيه ناس مش بتبقى واخد بالها من الأمر ده بالرخصة الضهبية اللي أعلن عنها سيادة الرئيس ولتقدم لها أكتر من 130 مستثمر من كبار المستثمرين وده أمر هام جدا ولكن بقى المميز في الحزمة الأخيرة هي أنها يمكن أغلبها رايحة للمستثمرين أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وده أمر مهم جدا لأن ده بنسنيه إحنا كاقتصاديين قاعدة الهرم الاقتصادي هذه المشروعات هي البداية اللي بتقوم عليها أو بتتكامل فيها المشروعات بعد كده عشان نوصل للمشروعات الكبيرة ده المشروعات اللي هي لا تتجاوز الـ 15 مليون الحجم عملها لا يتجاوز الـ 15 مليون أو أقل من 15 مليون وخلني أقول لحضرتك أن دي بتمثل قاعدة كبيرة جدا في دولة زي مصر فيها متوسط أعمار الأعمار يمكن أغلبنا في سن الشباب فبالتالي هم اللي هيبقوا مهتمين أو هم اللي هيبقوا موجودين في ضمن هذه المشروعات رواد الأعمال في النوصل تحديدا أستاذ الراني احنا بيتكلم بلغة الأرقام عندنا حوالي 3.5 منشأة اقتصادية متناهية الصغر حوالي 270 ألف منشأة صغيرة نصف هذه المنشآت الاقتصادية بتحسب كده خارج الاقتصاد الرسمي يعني مش محسوبة ضمن الاقتصاد الرسمي إزاي أصحاب أو ملاك أو المستثمرين في هذه المشروعات اللي الدولة بتشجع طبعا ريادة الأعمال فيها يدخلوا داخل نظام ضريبي مبسط غير معقد واضح موحد كمان يعني يقدر نعرف أنت بتشتغل في إيه فضربتك إيه الحزمة الجديدة دي إزاي ممكن تنظم المسألة الضربية طب خليه أختصر لحضرتك وأقولك كلمة هي الثقة وسهولة التعامل والتصالح إن دي يمكن أهم المميزات اللي بتجذب أي مستثمر خارج المنظومة عشان يدخل جوه المنظومة إيه؟ إن هو يبقى فيه ثقة إن هو مش هتحطغ عليه غرامات يبقى فيه حد للغرامات ويمكن الأمر ده من ضمن الحزمة إن زمان كنا بنشوف إن الغرامات بتصل لأضعاف قيمة الضريبة غرامات التأخير النهاردة الغرامات مش هتتعدى قيمة الضريبة وده أمر بيمثل حاجة مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين خلينا نتكلم كمان على فكرة التأدير الجزافي والأمور دي كانت دايما بيشيكي منها المستثمرين وكانت تم القلق كبير جدا إنه في أقام جزافية بعيدة تماما عن إرادات المشروع إن إحنا نقعد تحت هوا شخص معين ولكن هنا الأمر هيخضع بقى لإدارة المخاطر وتم الإعلان عن تبسيط المعاملة لأن في الحقيقة من أكبر الأمور اللي بتخلي الناس تبعد إن هي تدخل جوه المنظومة الرسمية هو عدم فهمها وعدم الوضوح أحيانا كانت الضغوط اللي بتمارس عليهم فبالتالي النهاردة لما يكون عندي نظام مبسط الغرامات واضحة في نوع من كمان التساهل في فكرة إن الناس تقدم الإقرارات الضربية المتأخرة من 2021 لجاة 2023 وإن هما هيعفوهم من الغرامات وده أمر مهم جدا كل ده يساعد المستثمر إنه هو يستعيد الثقة مرة أخرى ويدخل جوه المنظومة طيب بالنسبة لقرار ألية التسوية يعني خليني أقول إنه عشار الوزير إنه سيتم إقرار ألية التسوية مركزية جديدة للمستثمرين وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة لو حضرتك تفاهمينا وتفاهمي يمكن المشاهدين كمان بتفرجوا علينا دلوقتي أي من أصحاب المشروعات الصغيرة أو بتنهية الصغر النهاردة وحبين إنه يفهموا الجزئية دي بالتحديد حضرتك الشرحيها لنا كان دايما بيواجه المستثمر مشكلة كبيرة جدا في التسويات الضربية وكان الأمر بينتج عنه إنه نحن بنشوف قضايا بترفع من المصلحة ضد المستثمرين ولكن النهاردة في وجود نظام مركزي وسهل وبسيط هيساعد المستثمر إن هو يتعامل مع مصلحة الدرائب الأمر ده هيساعد على جذب المستثمرين خليني أقول لحضرتك برضو فكرة تطبيق الفاتورة الإلكترونية ده كان أمر مهم جدا قامت بيد دولة مصرية وقدر ينظم كثير جدا من المعاملات الضربية ما بين الممولين والمصلحة وإثبات هذا الأمر إلى جانب أنه كان بيحمي كمان المواطن في أنه هو يحفظ على حقه في الدرائب وفي أنه هو يقدر يثبت الفواتير دي على مصاريفه فبالتالي أدى أنه بيبقى فيه نوع من التكامل في المنظومة الضربية حال كان بيبقى فيه لغة في فكرة القيمة المضافة؟ بالطبع كان فيه لغة كبيرة وكان فيه كثير من الناس اللي عايزين يتهربوا وبتسول لهم نفسهم أمور للتهرب من هذا الأمر ولكن النهاردة لما بيبقى عندي نظام واضح وكمان بأعلم بيئ المستثمر وبأعلم بيئ المواطن وخليني أقول لحضرتك أن المنظومة دي محتاجة أنه نوعي الناس ونوضح لهم علشان المواطن يبقى عارف حقه إيه لما يجي يشتري أو يبيع فبالتالي يطلب فاتورة شكلها عاملة إزاي فيخلي البيع أو المستثمر أو الطرف الآخر هو يلتزم فيدخل جوه المنظومة فهي كلها شبكة متصلة ببعضها وده دورنا كمان بدل يعني حتى هنا في صباح الخير مواصل في برامجنا نحن نعرف الناس حتى أو أصحاب البشروعات الصغيرة بحقهم يعني الحق الخاص بيهم قبل ما يدفع الضريبة لازم أعرف حق إيه وده نقطة مهمة جدا لأنه دي اللي حترتب عليها كلمة مهمة حضرتك وقالتها فكرة الثقة لما أعرف كويس حقوقي فبالتالي حثق في هذا النظام الضريب نروح لفكرة التسويات الضريبية أو المنازعات الضريبية وإحنا في هذا الفترة الأخيرة أرقام كبيرة جدا بتروح على الدولة من عدم حقوق المنازعات الضريبية في بعض التقديرات بتصل إلى حوالي 380 مليار جنيه خزانة الدولة المفروض تنتفع بيها لكن بسبب عدم حل المنازعات الضريبية هذا المورد المالي لا يصل إلى خزانة الدولة المصرية في هذه المسألة تحديدا حل المنازعات الضريبية إيه الخطوات اللي بيوسرها هذا النظام الجديد طيب خلينا أقول لحضرتك أن فكرة التصالح وفكرة وجود نظام واضح وفكرة أن البعد عن التقديرات الجزافية أني خلينا نقول إيه سبب أصلا نشأة المنازع ده أو المنازعة هو أن المستثمر مش بيعترف بالتقدير الجزافي اللي بيضقع من المصلحة وبالتالي بيحصل هنا النزاع وبيرفض أنه هو يسدد وبالتالي بيهضر على الدولة هذه الأموال وبنبتدي نشوف بقى إيه بدل ما إحنا بنوسع القاعدة الضريبية بالعكس ده إحنا الممولين اللي ما كانوا موجودين بنبصد نلاقيهم إيه بيمتنعوا عن السداد فهي الفكرة زي ما قلنا كده في النظام الجديد المبسط هو غياب فكرة التقدير الجزافي وده أمر مهم جدا في علاقة ما بين المستثمر وما بين مصلحة الضرائل لو بنتكلم على الاستثمارات الأجنبية السيد رئيسة الوزراء تكلم عن تدفقات خلييني أقول التدفق الأجنبي أو الأبوال الأجنبية في مصر بتصير بشكل جيد وتوقع بالخفاض نسبة التدخم في آخر 20-25 محوالي 10% قد إيه مع التيسيرات الضربية كمان اللي بتحصل واللي قدمها أكيد الوزير أحمد كوجك إيه يعني خلييني أقول العائد الإيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عامل وحضرتك تقرلنا يمكن من خلال قراءتك إنسي وتحليلك طيب الدولة المصرية ويمكن مجلس الوزراء كان عامل وثيقة مهمة جدا للست سنين القادمين ويمكن كان بيقول توجه الدولة فيها أحد أهم المحاور هو إن إحنا نصعد بصدرات مصر إلى 100 مليار دولار سنويا فيه ناس شافت الأمر ده أمر صعب وأمر طموح وأمر صعب التحقيق بس خلييني أقول حضرتك إنه هو مش أمر بعيد المنال يمكن مصر من الدول اللي في منطقة شمال أفريقيا عندها فرص كويسة جدا لجذب استثمرات إحنا عندنا يمكن إحنا إقصاد متنوع مش قائم على حاجة واحدة خلينا أقول حضرتك إحنا عندنا قاعدة استهلاكية كبيرة جدا فإحنا نعتبر أحد أهم عوامل الجذب لأي مستثمر قطاع المواد الجذائية قطاع البنية التحتية قطاع المواصلات أو اللوجستيات قطاع الاتصالات عندنا قطاع يمكن الإسكان وقطاع العقاري وحجم الطلب الموجود على هذا العقار وبالفعل لقينا شركات أجنبية عايزة تستثمر في القطاع ده بالتحديد لا ده خلينا أقول حديك بقى من وقع عملي في البورصة المصرية حجم عمليات الاستحواز على قطاع المواد الجذائية القطاع الطبي القطاع التعليمي خلينا أقول لك حجم كبير جدا قطاع البيترو كمويات والأسمدة يمكن كل ده بيديكي قد إيه مصر كدولة جاذبة فحديك تخيالي لما تقدمي حوافز النهاردة يجي استثمار أجنبي مباشر داخل بيستحوز على مصانع أو بيفتح مصانع بيوفر فرص عمل بيصدر بيدخل عملة صعبة فحديك ممكن تتخيالي ده ممكن يعمل قد إيه نشاط الأقصاد المصر جانب مهم كمان جدا في المنظومة الجديدة أو التيسرات الضربية الجديدة فكرة التأخر في السداد أو العقوبات اللي فيها من يتعثر أو يتأخر في سداد الضريبة التيسرات دي بتقولنا أنه فيه تدرق في العقوبات يعني من خمسين ألف جنيه لحوالي اثنين مليون جنيه مع مراعاة ظروف القاهرة اللي ممكن تتعرض لها الشركة الناشئة نفهم من حضرتك أكتر في هذه الجزئية وإزاي ده بيطفي كده عامل من الراحة إنه لا مفيش كده ضرورة إن أنا لازم أسدد ممكن يحصل تخفيف أو تدرق في العقوبة إذا تأخرت عن سداد الضريبة ده إحنا دايما كنا بنشوف فكرة إن إحنا هنحجز على الأموال في البنوك وده أمر مرعب لأي مستثمر لواحد صاحب مصنع لرجل أعمال لعنده حجم تدفقات نقدية داخلة وخرجة فجأة النهاردة علشان فيه تأخر في سداد ضريبة هب حجز على أرصده في البنوك الأمر ده كان أمر عنيف جدا وكان بيؤدي لخلل في المنظومة ما بقاش موجودة يا أستاذ الرانية؟ إحنا بنأمل ولا بنحاول بقى ده عايز تعديل تشريعي بنأمل إن هذا الأمر طبعا يبعد لإن الأمر ده ممكن يكون شيء بسيط ممكن يكون تأخر في مبلغ بسيط لرجل أعمال كبير وفجأة نفاجأ إن تم مثلا الحجز على أرصده الأمر فيك يعني مش بس من ناحية الغرامات لا ده كمان من ناحية التدرج القانوني اللي هتتبعه مصلحة الضرائب كل دي رسائل مهمة جدا للمستثمرين وبتديهم الثقة ويمكن أكبر مشكلة بنواجهها زي ما أنا مصرة أن أنا أقولها هي الثقة من المستثمر وخاصة في ظل الضغوط الحالية على بيئة الأعمال من ارتفاع الفوائد من تعصر بعض الأعمال خلينا نقول النهاردة الدولة بتسعى جاهدة النهاردة لفتح المصانع اللي تم إغلاقها في مجموعة في العشر من رمضان وغيرها بتحاول توفر تيسيرات ففي الحقيقة النهاردة بيئة الأعمال عليها أو الرجال الأعمال والمستثمرين عليهم ضغوط كبيرة جدا اتجاه وزارة المالية النهاردة إلى تخفيف هذه الأعباء من جانبها بقى هي ده أمر هيساعد المستثمر النهاردة أنا لو تعثرت هقدر أتقدم للوزارة وقيل برضو في هذه الحزمة أنه هيتم الحساب ده أمر مهم جدا جدا وتوجه مختلف وجديد من جانب وزارة المالية على كل حال كل الأضاية دي بيتم منقشتها أكيد في جلسات الاستماع الضريبة يعني لو لسه في أي حد من المستثمرين لسه عنده تعديلات حابب أنه يشوفها أكيد إذا تم ترحاها في هذه الجلسات أكيد هيتم أخذها في الاعتبار ومنقشتها أتشكرك شكرا جزيلا لكي دكتورة رانيا يعقوب محلل أسواء المال على وجودك معنا وعلى قراءتك الوفية لأكيد التسيرات الضربية كل شكرا شكرا لنا وشرفتنا وشرفتنا وشد رانيا